نبتدي بقى نتكلم مع حضراتكم كلام كده اي صحي الضمير يعني كتير مننا او كتير من الناس عندهم دهون زيادة بيحاولوا يتخلصوا منها بطرق مختلفة فيه بقى ناس بتايقس شوية وبتلجأ ليه عمليات زي الشفت او النحت او ناس بقى بتاخدوا الطريق الصعب شوية وبيبتدوا هم يعملوا دايت ورياضة وده كمان بيؤدي لحاجات طبعا ايجابية جدا لكن بعض الناس بتستسهل شوية او بتبقى يقسط يعني او وصلت للمكسيمم اللي تقدر توصله وبتقول بقى العمليات دي هي الحل لكن هل العمليات دي بتشكل خطر على الصحة ايه التأثيرات السلبية اللي ممكن تصيب حتى الجلد بها التمدد اللي بيحصل ده بسبب التخن وفجأة اروح انا شفتة الكلام ده كله ما فيه الجلد بيبقى متمدد بيبقى متراهل صحيح فبنعمل احنا ايه بقى ساعتها بنعمل ايه مستفى بنعمل شفتة وبنعمل لحظ وفيه ناس بتعمل تكمين يعني فيه حلول كتير جدا يتحطط النهاردة على المقيدة لا اي شخص عايز يتخلص من امراض السمنة بصحبتنا النهاردة الدكتور اسامة الشحات استاذ جراحة التجميل في كلية الطب جامعة الازر حيوضح لنا خطورة العمليات دي ايه الاكثر خطورة ثم الاقل ثم الاقل وايه الحالة الصحية الافضل من اجل انقاص الازر اهلا بك دكتور يا اهلا نسان صباح اهلا بك دكتور يا اهلا بك هل هي خطر فعلا طب ما تيجي نقول الاول هو الحكاية الخطورة مرتبطة بكذا نقطة قبل ما نقول هي خطرة لا يعني لو اتعاملت المريض الغير مناسب يتعامله شفت دهون فممكن يبقى فيها خطورة بمعنى ايه المريض اللي هو السمنة المفرطة دام لا يصلح ليه شفت دهون دي قصة من الاول طيب هي خطورتها بقى ممكن تحصل في اي مريض لو هو المريض صحيا مش كويس من الاول يعني مثلا واحد هيعمل شفت دهون لكن هو عنده مشكلة مثلا في القلب عنده مشكلة عامة في اي اجهزة من اجهزة الجسم بتاعته وتحاليله مش تمام فهنا لا لازم الاول قبل ما تقرر نعالج الحت دي نعالج الحت دي الاول وهل هو ينفع ولا مناسب لي ولا غير مناسب لكن يا طبعا فيها بعض الخطورة موجودة وخصوصا اللي هي بتبقى حاجة نادرة جدا لا تتعدى واحد في المية ممكن يبقى بعض اجزاء من الدهون تدخل في الاوردة اللي موجودة داخليا وتبدأ تتحرك ودي ممكن تبقى فيها الخطورة الشديدة دي اكتر حاجة فيها خطورة النقطة التانية الخطورة لا قبل ما نخش نخلص شفت الدهون علميا ازاي بيتم الموضوع ده المعروف ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا هو الجسم ده كتلة من العضلات ومن الدهون ومن المية وهو كومباتابل يعني هو متكامل بالشكل ده لما باخد منه حتة الدنيا بتتبرجل كلامي صح صعب يعني طبيا ولا انا غلطان لما بتعمل انت شفت الدهون انت بتاخد دهون من حتة معينة وبتشفتها معلاش فهمها لي شوية برضو يا دكتور طبيا يعني طيب هو احنا بنتولد بعدد معين من الخلايا الدهنية تمام ويبدأ يتكاثر العدد ده لحد سنة 18 سنة هيوصل خلاص للايه للماكسمام العدد بتاع خلايا الدهنية لو بدأ يبقى فيه لخبطة في شكل الجسم في مكان معين واحنا هنجي نعمل شفت دهون ليه فانت لما بتسحب بالكمية المحددة اللي هي مفيش فيها خطورة على المريض وهي بالمناسبة المتواصف بتاعها من خمسة الى ستة لتر شفت دهون ستة كيلو لا اللتر باللتر احنا شفت الدهون بيبقى بالحجم اللي هو اللتر مش بالكيلو وعشين كده برضو حراك برضو يعني ايه اللي بيسمعونا دلوقتي عمليات شفت الدهون ليست لإنقاص الوزن لتشكيل الجسم لإعادة تشكيل الجسم لتصبيت الحتة معينة مرتفعة زيادة في جسم الإنسان في حد مثلا ممكن يقولك أنا هاخد دهون من منطقة ألف حطها في منطقة به مثلا دي برضو أحد ده النحت اه بالضبط لا هو كله هنسميه نحت ان احنا نتخلص من مكان فيه دهون زيادة فده نحت الدهون اللي هاخدها دي بقى بنسميها احنا عندنا الدهب الأصفر تستغل تاني قعد التدوير اه يعني احنا ممكن نستعملها في مثلا مكان في نحافة شوية واكتر مكان بيبقى مثلا المؤخرة دي بتحتاج ممكن نزود فيها الدهون اللي خدناها ننقلها لها بعد معالجتها بطريقة مؤينة بتتعالج ازاي دكتور؟ بتتعالج بان احنا ما بنحقنهاش كتلة كذا ما بتخرج نبدأ نكسارها شوية بطريقة معينة بحيث ان هي حقناها اعادت حقناها سهل وتوزيحها في المكان اللي موجود سهل طيب انا عايزة اتكلم على المشاكل اللي بتحصل للجلد لانه ناس كتيرة بعد الدكاترة ما بيبقوش بالمصدقية اللي حضرتك اتكلمت بيها دلوقتي وبعض الناس بتروح بوزن زيت ويقولوا لهم اه انتوا ينفع معاكم الشفط عادي خالص بنشوف بقى للأسف انا بشوف على فيه جروبس كده على فيسبوك بنات عملوا الموضوع ده وللأسف منظر الجلد بشع وبعدين بقى الدكتور بقى بيروح ايه ساعتها بالذات لو من الدراع يروح قصص الجلد فيبقى الدراع فيه زي علامة كبيرة قوي كده ايه مكان ما قصص وخيط حاجة صعبة انا معاك طبعا ايه الحل و ايه العلاج يعني اللي كان المفروض يتبعوه في البداية لان اعتقد حتى الدايت هيسيب تراهل في الجلد وهل في علاج تاني غير ان انا قصص وكده ولا ايه تمام هو مبدئيا المريض لازم يتحرى مين اللي هيروح له في تخصص جراحة التجميل في عندنا في مصر الجمعية المصرية لجراحة التجميل والاصلاح لها اعضاء ودولة اللي هم تأمن ان انت تروح لهم لانهم متخصصين ناس معاها دكتوراه ناس معاها بورد الجمعية ايه بقى اقولها الجمعية المصرية لجراحة التجميل والاصلاح تمام فده المجموعة اللي في الجمعية دي ده اللي تأمن ان انت تعمل عندها أي عمليات تخص جراحة التجميل دي أول نقطة النقطة الثانية الجلد بيبقى فيه زي الأساتيك موجودة طبيعية عندنا وبتفضل بقيمتها وقوتها لو أنا ما بخسش وبزيد ما بخسش وبزيد لأن كل ما بتخسه وتزيد بتقطع في الجلد اللي هو الأساتيك اللي موجودة داخلية فيه وبالتالي لو إحنا جينا عملنا شفط دهون مرونة الجلد هتبقى ضعيفة جدا وهيبقى فيه طراهل شديد ومش هترجع كما كانت طيب بدأنا أن احنا تضاف بعض الأجهزة الحديثة عشان نحسن شد الجلد بدل ما مقص جراحة لكن ليه برضو حدود الأجهزة اللي طلعت دي زي ممكن نستعمل الليزر نستعمل الموجات فوق الصوتية ودي بتساعدنا على شد الجلد بس بشرط إن لو أنا مثلا في الدرعات وفيه كمية دهون كتيرة وعايزين نشيلها ما يكونش المريض عمل تكميم أو عمل أعمال بيخسه وبينزل في الوزن وبيطلع تاني بيطلع اللي هو مرونة الجلد تكون محتفظة بيها لأن الليزر أو الألترا ساون بيبقى ليه صفة إنه هو بيعمل نوع من التنبيه ليه اللي هي الأساتيك اللي موجودة في طبقة الجلد وبالتالي بتبقى المرونة بتاعته حالي فهنا حلت مشكلة الترهل بعد شفط الدهون بس بشرط ما يكونش عامل تكميم لأنه هو التكميم غالبا هيبقى اللي هو اللي هي السمنة المفرطة اللي كان المريض قاعد فترة طويلة فمرونة الجلد تبقى ضعيفة جدا في الحالة دي لازم يتعامل أصل الجلد للناس اللي خست بعد تكميم أو اللي هما كانوا عاملين ضاية شديد قوي وكانوا بيزيدوا ويخسوا في الوزن اللي هي مرونة الجلد بتاعتهما تبقى ضعيفة ومش مضمونة تتشد حتى مع الألترا ساوند أو مع الليزر تمام فهو الاختيار من الأول بتاعة الطريقة لازم المريض يكون عارفة يعني لا يفاجأ بيها يعني ما ينفعش مثلا نيجي نعمل شفط لبنطقة البطن وهي فيها ترهل واضح جدا مش هيتحسن وبالتالي هو لازم يبقى فيه نحت وشفط للدهون بالإضافة لاستقصال جراحي عشان يبقى فيه شد للجسم المرض زي مرض تصلب الشرعين من أهم الأمراض الموجودة عند المصريين عشان التدخين وعشان السمنة والزيوت وخلافة المرض ده بيبقاتي بشكل رئيسي وبيسبب طبعا ضغط الدم المرتفع خلافة من الدهون هل لو أنا شيلت الدهون دي هل ده بيأثر على الأوعية الدموية والمسارات اللي بيمشي فيها الدم ولا مروش حلقة مفيد جدا مفيد مفيد ليه بقى؟ لدرجة فيه بعض الهرمونات داخل الخلافة الدهونية بتساعدني على حاجة زي كده لما أنا بتخلص منها يعني هي بتبقى زي متنفس آه يعني الأوعاد ده موجود تتنفس آه يعرف زي بعض الهرمونات بتبقى مضادة للإنسولين يعني بتشتغل ضد الإنسولين إنسولين عايز يحرق المواد السكرية بحيث ما يبقاش فيه مرض سكر لا فتلاقي حتى معظم اللي عندهم سمنة تلاقيه مريض سكر أو ما قبل مرض السكر وده بيسبب له لما أنت تعمل بقى تشيل بعض الدهون من الجسم فأنت كده بتريح اللي هي ما ضد الإنسولين وبالتالي العيان اللي كان هيدخل في مرض سكر بيتحسن بنسبة كبيرة قوي دي بالتحاليل وده اتعملت أبحاث بحيث أنه هي كمية الدهون اللي بتتشرفت هل بتحسن على مستوى السكر في جسم الإنسان بعد العملية شفت الدهون لقينا فعلا فيه تحسن وتحسن واضح طيب علشان الناس تتفرج علينا دلوقتي تبقى واضح الموضوع لها عمليات الشفت والنحت لإعادة تشكيل شكل الجسم وهي ساعات كتيرة ممكن تبقى مفيدة لو بتخلص من الدهون لكن لو أنا أوبيس أو أوفر ويت أو أنا وزني زايد أوي أنا ما يفعش عمل عملية دي من الأفضل ناخد اتجاه تاني الأول إيه بقى الاتجاه تاني؟ يعمل مساعدة بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة في الأول ورغم ذلك بيخس في أماكن وفي بعض الأماكن ساعتها نعمل لها شفت دهون طيب السيدة اللي جسمها حلو لكن هي شوية بطن شوية مش عارف إيه هل تنصحها لو جات لحضرتك تدخل تعمل شفت؟ مدايقينها بس أنت كدكتور شايف إنه فيش حاجة هل تدخل تعمل عملية؟ لا ما هو لو هي مدايقها يبقى نحلل إيه سبب الديق بتاعها؟ فممكن يبقى عندها البطن نفسها عضلاتها ضعيفة مفيش فيها دهون فالحل هنا مش يبقى شفت دهون لازم هنا تقوية لعضلات البطن وشد للبطن إيه بقى تامي تاك؟ الواحدة أو الواحد يلجأ إمتى للتكميم وإمتى للشفت؟ وإمتى باللونة؟ وإمتى للرياضة؟ يعني عندنا ثلاث مراحل نوصف حاجة الجسم لكل مرحلة الرياضة التكميم والشفت؟ هي الرياضة مناسبة في كل المراحل من البداية بس محتاجة دايما استمرارية لأن عندنا دايما بنزهق بسرعة من نظام أكل معين من ممارسة الرياضة وإنك تنتظم عليها فتلاقي دايما اللي هو منتظم ومستمر على الممارسة الرياضة والنظام الغذائي ده بينجح وبيبقى كويس طيب أنا خلاص جبتي آخري بس أنا وزني مش اللي هو الأوفر مش ما هوش مربد أو ما هوش مفرط السمنة اللي عندي مش مفرطة فأقدر إننا نحن نشوف الأماكن اللي متكوم فيها الدهون فين وبنعمل لها شفت؟ هل ممكن نعمل كميات كبيرة أو مناطق كبيرة من جسم الإنسان؟ هو إحنا بشرط عندنا إننا كمية شفت الدهون اللي نحقنها في كل مرة ما زددش عن خمسة إلى ستة لتر في كل مرحلة يعني نقدر نعملها على مرحلتين على تلاتة لو هي الدهون اللي هنشفتها متوقعة تبقى أكثر من اللي إحنا ممكن نعملها من خمسة إلى ستة لتر في المرة العملية الوحدة دكتور وسامة الشحاية أستاذ جراحة تجميل بكلية طب الأزهر بشكرك يا فنب على وجودك معنا وعلى التوضحات اللي حضرتك وضحتها لنا هشكرك وكون سعيد معك بسم مصطفى ستة بس أنت شكراً جزيلاً حضرتك شكراً